لو ما كان هذا الاعتراض يمكن قابقه قوسينة و أدنى سيد عدنان الزرفي الآن رئيس الوزراء و طلعوا حركة ربع الله استعرضوا بالشارع و قبلهم حركة و حركتين شنو التصرف الأمثل بالنسبة لك حتى تسوي بذيك اللحظة والله قائد عام قوات مسلحة صلاحية يسوي كل شيء أنت شرح تسوي و أنت القائد العام قوات المسلحة لو أنا رئيس وزراء غير كلهم أعتقلهم أذبهم بسجن وحاكمهم و راح تواجه مشكلة شبيرة ما واجه مشكلة مشكلة شبيرة هذول أصلا زعزعوا استقرار البلد يعني هذا خيار المواجهة مو خيار مواجهة أنت اختارت خيار المواجهة أقول هذا مو خيار مواجهة رئيس وزراء يدير دولة قائد عام قوات مسلحة تطلع قوة عسكرية لنفرض مو دولة اللي طلعوا طلعوا غيرهم أي فرقة عسكرية شرح يسوي قائد عام قوات مسلحة يعني مفروض يسوي شيء يسوي لهم صلاة الاستسقاء مثلا يعني شو سوي لهم مثلا تمرض عسكري شو سوي لها لازم يحاسبه أقول لك فرق بين أنت موقفك من قوة سياسية وقوة مسلحة داخل أطر الدولة وسياقات الدولة تزرع الأطمئنان في نفوس أبناء الشعب أنت حاط لك 200 واحد قالقين 40 مليون واحد صحيح يعني ما معقولها مو دولة أنت ده تحتي قصة إلها علاقة مباشرة بالمنطق أنه منطقيا قائد عن قوات المسلحة الشيء يسوي أمام تمرض عسكري يتحرك صحيح لكن بالعراق ماكو شيء اسمه منطق خلي خلي ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم